فضيلة الشيخ خفقكم الله الدم الخارج من الذبيحة عند ذبحها مباشرة هل يكون طاهرا؟ لا ليشخب من الأوداج هذا حرام نجس أو دمًا مسفورًا هذا هو المسفور أما الذي يتبقى في اللحم فهذا طاهر ويدخل لو صاب ثوبك ما يتنجس طاهر يستسامح فيه ويوكل مع اللحم نعم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله فتاوى شرح كتاب العمدة في الفقه للإمام بن قدامة المقدسي الحنبلي رحمه الله مرتبة على أبواب فقهية إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت أعزها الله بالتوحيد والسنة